تعز المدينة التي مزقتها الحرب الطويلة لن تجد مكانا فيها دون أن تكون أثرها المدمرة قد تركت ذاكرة مليئة بالأوجاع ومناظر لا يمكن أن تمحى من ذاكرة سكانها بسهولة المدينة المحاصر أهلها والمدمرة مبانيها ما زالت حرب الشوارع فيها تحصد أرواح العشرات يوميا نداءات الاستغاثة تتوالى من المدينة ومن خارجها لتكشف عن حقائق مروعة تنتظر أهلها اعتلاف الإغاثة الإنسانية إحدى الجهات العاملة في تعز كشف في تقرير حديث له عن مقتل أكثر من 700 شخص وجرح أكثر من نفس العدد بينهم نساء وأطفال خلال شهر نوفمبر الماضي فقط الأمر لم يتوقف عند الضحايا المدنيين فحسب بل كان للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والمدارس نصيب آخر من هذه الحرب التي طال أمدها وتعددت فصولها لتؤكد الإحصاءات التعرض 65 منزلا للدمار بشكل كلي بالإضافة إلى تضرر ضعف العدد بشكل جزئي في أحياء مختلفة من المدينة وعلى الرغم من أن المدينة قد تمكنت من كسر حصار الجماعة الإنقلابية من منفذها الغربي وذلك منتصف أغسطس الماضي إلا أنها لم تحصل على مساعدات كافية من المنظمات الدولية المانحة مقارنة بعدد السكان والمتضررين ولم يتم الاستجابة لنداءاتها ومناشداتها إلا بالشيء الزهيد بعد أن كانت ذريعة الحصار على المدينة تقف عائقاً أمام دخول تلك المساعدات حسب المنظمات الحكومية والدولية مستشفى خليفة في التربة المدينة الواقعة في ريف المحافظة والذي كان بمثابة رئة إسعافية وعلاجية للمرضى والجرح القادمين من الجبهات أعلن توقفه عن العمل بسبب تعطل مولده الكهربائي وشحة الأدوية والمستلزمات الطبية وهو ما يهدد بحلول كارثة صحية خصوصاً مع تعرض الغالبية العظمى لمستشفيات المحافظة للدمار وأخرى للإغلاق اشتركوا في القناة